مع بداية عام 2022 يترقب الجميع لمعرفة الأحداث المتوقعة لكل برج لذا فما هي الأبراج الأكثر حظاً هذا العام؟ توقعات خبيرة الفلك ماغي فرح سيشهد برج الحمل سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية كما سيفكر بالسفر وسيستمتع بلقاءات جديدة ويشعل الحب نيرانه في قلبك من جديد سيكون برج الثور من أكثر الأبراج حظاً في الحب فهو الوقت المناسب للزواج هذا العام وقد تكون هذه الفترة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من كل عام وقد تسمح لنفسك بإهمال العمل بعد شعورك بالروتين القاتل الذي لن يجلب لك سوى الكسل بينما برج الجوزاء يودع مرحلة من حياته ليبدأ حياة جديدة أكثر وعداً وقد يصادفك الحب خلال نصف الثاني من العام من أجل جذب الشريك إليك عندها لن تشعر بطعم الراحة أو تعيش بسلام كما في السابق برج السرطان من أكثر الأبراج حظاً عام 2022 بالنسبة للمشاريع والمال فهذه سنة أفضل بكثير من سابقتها وقد تشكل منعطفاً في حياتك وتدعوك للحركة والعمل والمبادرة أما عاطفياً فالأجواء هادئة ستقدم هدية قيمة للشريك كبطاقة سفر وهو بدوره سيهديك هدية ثمينة تقربك منه أكثر ولكن إياك وإهمال التفاصيل التي يحبها واهتم بشؤونه الخاصة مهما كانت صغيرة بينما برج الأسد سيكون هذا العام سنة استثنائية لن تنساها لفترة طويلة تحمل إليك الآمال والأحلام والحظوظ العائلية المادية والعاطفية ولكن دائماً سيكون الحب والرومانسية في المرتبة الثانية عندك خاصة خلال هذا العام وعليك بتوطيد علاقتك مع الشريك والاهتمام به أكثر خاصة أنه يتمتع بروح مريحة ويمتلك حس الفكاهة التي أنت بأمس الحاجة إليه في عام الفين اثنين وعشرين لأن العمل سيأخذ كل وقتك ولكنه سيجعلك تنتقل إلى حال أفضل بكثير وأخيراً فالأبراج في حالة تغير دائم هذا العام تابعنا في الحلقة القادمة لمعرفة توقعات عام الفين اثنين وعشرين لباقي الأبراج شاركنا برأيك ما هو البرج المفضل لديك وماذا تتوقع له هذا العام